اكبر عائد مادي للمتوحد فكرة في سنة 2021 شهر الدلع للمحتوى التعليمي قدر تحطم فيه كل الارقام القياسية من عدد مشاهدات واكبر عدد ساعات وارباح والتاني في اكبر عدد من المشتركين لو بصنا مع بعض وشوفنا حلينا جبنا في عدد المشاهدات اكبر شهر في الشهور السابقة قدام حضرتك ها الرسم البياني يوضح لو جينا على عدد الساعات برضو بصيت هتلاقي برضو اكبر عدد والرسم البياني يوضح لو جينا في المشتركين هنلاقي التاني بعد شهر تمانية وبرضو الرسم البياني يوضح الارباح لو جينا بصنا برضو الرسم البياني يوضح في كل قدام حضرتك دول اكبر عائد في سنة 2021 كان شهر 12 وزي ما تكلمت معاك في اول شهر 12 فيديوهات اكتر مشاهدات اكتر ارباح اكتر بس الارب ام عندي قل والسب ام عندي قل بس عندي ازدهار في الارباح لان جيبتي مشاهدات اكتر لو جينا بصنا وشوفنا تونمية تمانية واربعين واللي قبله كان ستمية تسعة واربعين يعني زيادة 200 دولار وزيادة في المشاهدات 200 ألف مشاهدة متخيل؟ يعني انا قدرت اجيب مشاهدات اكتر ولو جينا بصنا عن نظر العام وشوفنا العوامل التي اثرت في اداء قناتك الشهر الماضي ازداد عدد المشاهدين لانه كانت شرط فيديوهات اكتر بس المو فجأة وحاجة بجد زعلتني ان هنا المشتركين عندي عدد المشاهدات من المشتخدمين غير المشتركين تلتمية وتسعين الف اكتر من خمسين في المية من حضراتكم غير المشتركين في قنات المتواحد فكرة حاجة بجد زعلتني اتمنى ان حضرتك تشترك في القناة لان العدد ده اكبر عدد من الشهر اللي فات الشهر فات من اربعين الف الى متين وتسعين الف فاتمنى الحضارك بتفرج على الفيديو مش مشترك في القناة لو سمحت اشترك في القناة واعمل لايك حاجة لازم تطلبها من المشاهد انا بصراحة مش خدت بطلبها الشهر اللي فاتت بس ان شاء الله الفترة اللي جاية هطلبها بشكر اكبر عشرين مشترك من كل الف مشاهدة من غير مشترك عدد قليل جدا قليل جدا 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 الاداء المعتاد من واحدة وعشرين لسبعة وعشرين الى ان عشرين اقل ودي الحاجة او الخسارة الوحيدة في المتواحد فكرة ازعل ولا ايه اطلع من ايه مش مشكلة خمس تلاف وخمسمائة عدد المشتركين في الشهر اللي فات اكبر من الاداء الاعتيادي والمعتاد اللي هو اربع تلاف ودسسانمائة مشترك اشتركوا في القناة جماعة نشرت تمانية وتمانين فيديو اكتر من العدد المعتاد من خمسة وتلاتين الى تمانية وخمسين فيديو اتمنى من حضرتك تشترك في القناة لو جينا بصينا على مستوى الوصول حالي ان انا جيت عشرة مليون وسبعمائة الف على عكس الشهور السابقة سبع مليون واللي قبله كان خمسة مليون عايز اقول لحضرتك حاجة ميديوهات اكتر مشاهدات اكتر معدل ظهور اكتر كل حاجة دي بص اخضر 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 لازم تهتم بعدد المشاهدات مصادر الزهرات ميديوهات التصفح بحث اليوتيوب الفيديوهات المقترحة صفحات القناة اشعارات انا في حياتي عمر ما اعتمدت على الاشعارات في حاجة لو جينا على مصادر خارجية بحث جوجل واتساب فيسبوك الحاجات دي قدام حضرتك دي هي الحاجات اللي كان فيها مصادر خارجية قدام حضرتك كل الاحصائيات الخاصة بالقناة ولو جينا على الوضع المتقدم وشفنا المنطقة الجغرافية حاب بشكر كل من المصريين المغربة الجزائر السعودية العراق تركية الأردن سوريا اليمن فلسطين تونس لبنان المرات المنطف المنطف ليبيا إيطاليا كويت السودان عمان الصحراء الغربية هولندا قطر السويد بلجيكا كندا المملكة المتحدة البحرين الموريتانيا النمسا روسيا استراليا الصومال اندونيسيا النرويج ماليزيا اوغندا اوكرانيا الهند كل الناس الهند البرتغال الدنمارك سويسرا جورجيا اليونان كنيا افغانستان وعلى رأس ده كله حابب اشكر اهل فلسطين لان دايما انتو سند لينا عايز اقول لحضراتكم انا بشكر المشاهديني بقول للمشاهديني انتو السبب في اصدهار قاتل المتوحد فكرة الاداء اللي قدام حضرتك ده مجهود وفي مقابل من حضرتك حضرتك بتفرج على فيديوهاتي لاخر فترة لو شفنا التفاعل الى حد ان انا متوسط مدد المشاهدة القليل لان انا نزلت اكتر من فيديو الشهر اللي فات كلهم دقايق قليلة الجمهور المشاهدين الدائميون زادوا الفرديون زادوا المشتركين زادوا ولكن العدد المنتسبين الارباح كان في نقص في الارب ام والسي ب ام وزي ما اتكلمت مع حضرتك ولو جيت بصيت على ديسمبر فرق بينه وبين نوفمبر ميتين دولار زي ما اتكلمنا الارباح المقدرة من الاعنات تمنمية وخمسة النتيجة من المعاملات اربعين دولار والاربعين دول اللي هو السوبرشات الانتساب الناس اللي بتدي ملصقات شكرا جدا لحضراتكم شكرا جدا لكل واحد كان داعم في المتوحد فكرة لو جينا بصينا هنا في تحية الربح ودخلنا على الانتساب وشوفنا المنتسبين فشكرا جدا لانت عبقاري شكرا جدا شكرا جدا شكرا لحمد شكرا لسمار اللي بغير قناة كل شوية شكرا لجدا لمراكو شكرا جدا للحربي شكرا جدا لطارق شكرا جدا لاطفال ومهوبة شكرا جدا لعمر شكرا جدا لحضراتكم دول بس اللي موجودين في القناة شكرا جدا لكل المنتسبين في القناة انتو دعم ليكنا وانتو سند لي في المتوحد فكرة عايز اقول له حضراتك في شهر واحد اصبر شوية الدنيا مش هتكون زي شهر اتناشر ما تقارنش شهر واحد بشهر اتناشر نصيحة مني لأن شهر واحد شهر مختلف وسنة جديدة وعنات اقل بكتير جدا لان دي بداية السنة نهاية السنة دايما بيكون في ازدهار وتكلمنا كده في شهر اتناشر في بدايته قلت لحضرتك فيديوهات اكتر مشاهدات اكتر ارباح اكتر مشاركين اكتر طبيعي جدا الشهر اللي جاي من بدايته غير مطمئنة لو جينا شفناها في يناير البداية والارباح غير مطمئنة الارب ام لو جيت بصيت هنا سبعة وتمانين سنتي ستو سنتي سبعة وتمانين سنت تمانية وتمانين سنت السي بي ام برضو اتنين وخمسة اربعين اتنين وخمسة اربعين ولايل جدا 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 مش عايزة قارنوا بالشهر اللي فات لان صعب جدا تقارن شهر بشهر الشهر اللي فات كان شهر زيار ارباح شهر كان زي الفل انا ح sweets قدام حضرتك انا بشرح لكل التفاصيل اللي ممكن تكون موجودة بشهر اتناشر. علشان لو حضرتك عندك اي مشكلة او اي حاجة تكون واضحة قدامك بالشكل ده. لعملنا تعميم ولا عملنا اي حاجة ورن لك ارباحنا ورن لك مشاهدتنا ورن لك كل حاجة. حضرتك اشتغل علشان الشغل على اليوتيوب حيجيب لك ارباح. كلمة اخيرة بالنسبة لازمة اللي منمر بيها في الفترة الاخيرة. الظروف اللي جاية والايام اللي جاية مش عارفين فيها ايه. الله اعلم حيكون في حاضرة حيكون في ايه. فحضرتك ابدأ من دلوقتي. علشان ما تجيش زي المرة اللي فاتت وتقول انا ازاي ما بدأتش ايام كورونا. ازاي ما عملتش قناة. ازاي وازاي وازاي وتيجي تشكي وتبكي قدام. ابدأ حالا علشان تنجح. في ازمة مفيش ازمة ابدأ. حصل مشكلة ما حصلش مشكلة ابدأ. ادي لنفسك ساعتين في اليوم على اليوتيوب تتعلم وتزدهر علشان تنجح على اليوتيوب عموما. بشكل كامل وشكل واضح. اللي احنا شايفينه الايام اللي جاية. اليوتيوب هو رأس مال لمعظم الناس. ورأس مال لي انا شخصيا لو قدر له حصل لأي حاجة. لو لو قدر له حصل واقف في. اليوتيوب عندي. الشغل الاساسي عندي او الدنيا عندي وقفت. فانا عندي مقابل مادي خلينا اشتغل. حضرتك عايزك تكون زي. حط خطة بديلة واشتغل عليها. الله اعلم بالزروف اللي جاية ايه ربنا يشفينا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. ويرحم موتانا وموتى المسلمين. وان شاء الله الفترات اللي جاية فترات تكون فترات حلوة. على العالم. وعلى الناس. واتمنى ما نكررش نفس الموال اللي قررنا في الاول. عشان ما نعنيش لسنين قدام. زي ما عنينا السنتين اللي فاتوا. شكرا للجميع. ادعونا. الدعاء بغير القدر. ربنا يخفف عنا كمسلمين. وخفف عنا كوطن عربي. شكرا للجميع. وشكرا خاص برضو لأهل فلسطين. أهلنا. بتوفير الجميع.